اشتركوا في القناة شروطه ووضعات شروطه إن شاءنا القولة السياسية والسراعات الموجودة في المجتمع التونسي والتي أوجدها خطاب أو بيان أو بلاغ رئيسة الجمهورية الموضوع الاختيار لم يكن اختياري فقط وإيضاً اختيار المجموع أخدم على طبق الشاي اللي تعرفوا على المهاجرة تخوذهم من زاوية معينة زاوية التمثلات الاجتماعية برنسيبال معوفة ما التمثلات بصفة عامة ولكننا مركز على هدايا حاجة في علم النفس الاجتماعي اسمها التمثلات الاجتماعية ربريزونتوسيون سوسيال اخذيتها باش نشوف شنو التمثلات مثل رجال توانسة بتحديد لجسد المهاجرة السوداء من دول إفريق الجنوب الصحراء المنهج الأساسي هو دراسات الرجلية وهو تقريباً الاختصاصي اللي نمشي فيه دراسات الرجلية حاجة خارجة من دراسات النسوية كيف كيف من دراسات الجندرية اللي توصلنا لي أيضاً أنه فما على المستوى الجنسانية أن الرجل تونسي ينظر المرأة مكتنزة سوداء ينظر له كيف من نظر مرأة مكتنزة بيضاء الإثارة هنا وهنا كيف كيف يعني تصوره هو الجمال أو تصوره هو أو ظوقه أو ضائقته للاستيطيقة لتاع الجسد هي نفسها أبيض أو أسود مش جيمة أنه لا خطر سوداء أو خطر لا يعتقد أن الجسد الأسود من يجب كنة أو قذر أو ما إلى ذلك أو متعفن أو ما إليه فالتمثلات أنه عكست على الجنسانية التمثلات تاع الجسد أنه يدرج في سياقات اجتماعية محددة أنه الأسود جسده المصر ولذلك الجسد المتاح مقصى بقى يقصى الجسده ولا تقصى رغبة الرجلية فيها فجاء الجنس الفهم أوي ليعوذ العلاقات لإلتحام الأجساد وما إلى ذلك الفهم الشعبية فهمت أنه الدولة عندها مشكلة مع وجود غريب ضمن الأفارقة ضمن جنوب الصحراء فمشكون يسميهم الأجسيين اغتزالا يفقوا لنا في بلادنا ويحبوا يستعمرونا وكولونيالية غازية وجديدة الحقيقة أفكار اطلقاها المجتمع التونسي أو جزء مهم من المجتمع التونسي ثم ظهروا في العنف المتاع وخرجت الناس نعتبر أنه ربما ضرب من التأويل لست أجزموا بذلك أنه جزء من اللي خلى المهاجر السوداء تغتصب وتستباح هو روي السياق السياسي والاعتقاد أنه نجم نعمل نحب أن يجعل شيء وإذا شبه مؤكد أن الشرطة لم يكن تعمل برشا حاجات للناس أضم فموفيات لم تتابع قضاياها منظمة حقوقية جمعية في القاسرين يأكد رئيس الجمعية أنه في قضايا عديدة لا تتابع معنا اعتداء على المهاجرات أو المهاجرين لا يتمش متابعتها تصير الجريمة وتتعدى لروح إذن يبدو أنه السياق السياسي أيضا خلى البشاعة هذه متع رجولة متوحشة تظهر إذا كان فما اقتصاب نحكو على رجولة متوحشة إذا كان العلاقات هي علاقة غذائية ما شو نحكو على رجولة متوحشة نحكو على رجولة تحب تحقق فحولتها إذن يصبح الجسد هو ما صرح من الاختبار الاختباري تلك الفحولة وبياني قدرة الرجلي على غزو ذلك الجسد وعلى استباحته أو على ربما تشكيل كولونيالية على تشكيل الأرض جديدة استطان جديد على تلك الأرض الحرف بالمعنى القرآني ولكن أيضا بالمعنى الأثيني في الاستعارات اليونانية في الملاحم وما لذلك تعتبر المرأة حرفا لرجل تماما كما ورد في الآية القرآنية المعلومة نساؤكم حرفا لكم صورة النساء صورة المائدة لستو واثقا تراث ثقافي كامل واسع يمتد من البلاد المدينة إلى اليونان إلى العراق إلى إله إذا المرأة عندها هذا الوضع هي حرفا تشابه فلاحية استعارات فلاحية خارجة من الأرض ومن العمل اليومي للناس هذا موجود في العلاقات الرضائية يعني البحث اختباره إذن لهذه الرجولة لم علاجة سدين أنثوين متاحن ببعض المال أو متاحن مجانا تحكي وفاة دريسي في الجوارع والغلمان دراسة جندرية هذه في الأصل رسالة الدكتوراه نشرته مؤمنون بالحدود في 2016 طبعا الأولى بتاعه تقول أنه في تاريخنا فهم الشعراء تغنوا بالمرأة السوداء بالأمة السوداء أو بالجارية السوداء أيضا فاستضموا برفضهم من المجتمع وكتبات قصائد تردوا على تلك الأشعار وتعتبرها نشازا بمعنى ما أي أن رفض الأسود أو رفض المختلف موجود في عند العرب أي عند السلف نحط نفسي عربي أو في السياق العربي الإسلام بالمقابل كما فهم شكون يرفض فما شكون يقتل مش مسأل عدد موجود هذا وذاك موجود شكون في الجنس هم يمتاعه يذهبوا نحو السوداء فما شكون يرفضها ويفضل المملوك الأبيض فما شكون كان يقيم الجنس مع ذكر أسود هذا يريد مكتوب مدون في التراث مش قضايا مش جول فرنسيين اكتشفوا التراث هذا موجود في تراثنا أنا مسألة بسيطة وهي تخص الأفراد اللي عملوها أيضا ولا تميز الثقافة العربية الإسلامية ولا تميز الثقافة الأثنية هذا موجود فقط لأكثر لأقل موسيقى اشتركوا في القناة